احنا بنخصص كمان حلقات للكلام عن الوجع اللي بيزعج المجتمع كله اللي من اجله قاعدين نتكلم عن تصحيح كل الاجراءات اللي تتعلق بمسائل الزواج والمسائل اللي تتعلق بكيفية العشرة عشان نسب الطلاق اللي بتزيد ديه واحنا بدورنا ما كناش وقفين بنتفرج احنا قعدنا ندرس ونحدد ونحلل ونضع الحلول من ضمن الحاجات اللي احنا شفناها وبتسبب ارتفاع في نسب الطلاق حاجات كده الناس مش ملتفتين إليها ان هي فعلا بتزود نسب الطلاق منها من هذه الأشياء حاجات بتسري في الحياة الزوجية ما حدش بيبقدريان بيها بس هي في الحقيقة هي من أهم منبئات الطلاق ومن أهم الأسباب اللي بترفع نسب الطلاق النهاردة عن التكلم عن حاجة مهمة من الحاجات دي هنتكلم عن مصطلح بنسميه الامتلاء الزواجي يعني ايه الامتلاء الزواجي؟ يعني ان شريك الحياة كل واحد بقى الزوج أو الزوجة يحس ان هو مش قادر يتعامل مع شريك حياته ولا قادر يشوفه ولا قادر يحس بوجوده ومش قادر يتحمل انتقادات ولا تأثيره وساعات اقول لكم ما بتبقاش الزوجة قادرة تشم ريحته ولا قادرة تشوفه ولا قادرة تسمع صوته لان هي وهو اصبحوا ممتلئين الزوجة بتقول انا حاسة ان انا اهملت لدرجة ان انا نسيت ان انا انسة اصلا انا نسيت ان انا انسان حقيقي لي مشاعر واحتياجات ومطالب واحلام في الحياة سبت كل حاجة وبصيت لقيت هويتي ضاعت وبتقول ان هي تنزلت عن حاجات كتيرة عن احلامها والزوج ما قدرش ده وبقت شايفة ان هي اصبحت مجرد وسيلة وساعات يستخدمه ان هي كأنها اصبحت قطعة اساس عشان بس حياة جوزها تستقر والزوج بيرد عليها ويقول انا حياتي مش مستقر وبحس ان انا مش زوج انا حاسس ان انا زوج الا حتة وبطلب حاجات كتيرة وبحس ان هي مش عايزة تتحقق وبحس ان هي حياتي مش مشي حياتي وقفة وهي بتمنعني كمان من مسئولياتي في البيت ومش حاسس ان انا راجل زي بقيت الرجالة بحس ان انا مربوط في ساقيا بجيب فلوسه بس ولو جبت الفلوس اتعامل كويس ولو ما جبتش الفلوس انا ما بقاش ليا مكان في البيت كله يبقى متدايق من وجودي ولو يا سلام بقى لو مرت بضائقة مالية بحس اني ماليش اهمية ولا وجود في البيت اللي بيحصل دلوقتي ان الناس مش بيخبوا مسألة الامتلاء دي واللاحظ ان في كلامهم دلوقتي بيتكلموا وبيعبروا عن هذا الامتلاء الناس اللي حوالينا بقوا بيعبروا عن الامتلاء ده في كل شيء لدرجة حتى ان كلام الامتلاء بان في الاغاني بحور الغدر وخزان الاحزان كل ده بيبين ان الناس وصلت الى حد الامتلاء طيب فكرة الامتلاء دي بقت رايجة وعندنا اسباب كتيرة بس اهم مصدر من مصادر الامتلاء هي التراكمات هي التراكمات اللي احنا بنشوف ان التراكم ده بيظهر كان الامتلاء ده ظهر فجأة لا 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 ده التراكمات مشى في الايام والليالي والساعات والمواقف والكلمات تتراكم لكن احنا لو بصنا للامور من كذا اتجاه مش هنخلي فيه تراكم عندنا في حياتنا فمسلا الكلمة الوحشة اللي قلناها ماينفعش ان احنا نجيب الكلمة الوحشة ونحطها على البصة الوحشة ونحطها على الموقف ونحطها على انهو اتأخر في انهو يجيب لي حكتي واربط ده كله فيعمل حالة من حالات التوسع والانفجار خلينا اقولكم ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة جدا واحنا متعامل مع الامتلاء ده ان لصاحب الحق مقالة سيبوا بعض تكلموا سيبوهم ينفسوا سيب زوجتك تكلمك ليه؟ لان المرأة اكثر تراكمة من الرجل ليه؟ عشان هي عندها دوائر متدخلة ومنظورها بيتوسع والحاجات اللي احنا بنعملها بتتحط على المشاعر اللي هي كتير بتبقى جارفة عند المرأة وايه اللي حاصل؟ والدوائر دي بتوسع وبتغير منظور المرأة لحياتها اللي هي عايشها لكن منظور الرجل مختلف شوية عن منظور المرأة انه بيفقد البطولة والمرأة بتحس ان ايه فقدت ايه؟ ان هي اميرة ان هي مميزة فبتحس ان هي ولا حاجة هو بيحس ان هو مش قادر يكون هو محل الحماية والرعاية للبيت وعشان كده احنا بننسى ان المرأة بتحل الرجل ان هو يقوم بدور البطولة في حياتها ورجل بيتحل المرأة ان هي تقوم بدور الاميرة في حياته وعدم وجود الدرون ده بينتج عنه تصادم ويبقى كل كلمة مكهربة لما يحصل ان احنا يحصل الامتلاء ده الكلمة البصة الهمسة تبقى متكهربة مظاهر الامتلاء بقى بتظهر كتير بقى بما اننا ذكرنا كهرابة الحاجات دي هتشوف مظاهر الامتلاء كتير منها مثلا مفيش تواطر مفيش تواصر وحبل الودة قطع ومفيش كلام كمان ضعف التعبير عن المشاعر وما حدش بيطبطب على حد ولا حتى بيحصل تلامس ما بين الزوجين كمان الحاجة التالتة اللي ممكن اللي لاحظ بيها ان احنا وصلنا لحد الامتلاء عدم معرفة الشريك الحالي هويته الشخصية بحس ان هو تاه بحس انهم مش عارفوا مين حاجة رابعة كمان مفيش شيء بيجمعهم مع بعض بيحسوا ان مفيش جامع يعني مش عارفين نوعد مع بعض عنوعد مع بعض بنقول ايه لو قعدنا مع بعض ايه اللي بيننا ممكن نتكلم فيه ايه اللي احنا ممكن نعمله مع بعض كمان مظهر خامس من مظاهر التراكم من مظاهر كمان الامتلاء التراكم بيؤدي الى ضغوط كل حاجة تحس ان مفيش طاقة مفيش همة والانفعالات قريبة والغضب سريع لانه في الحقيقة الاسباب كتيرة لكن هل هي اسباب حقية لا ممكن نتخانق على ادفع الاسباب وبدون اسباب ليه لان احنا ممتلئين المظهر السادس من مظاهر الامتلاء الصمت والخرص الزواجي اللي بيستخدم كعقوبة بيستخدم كعقوبة على ماذا وانت السبب في الحالة اللي انا فيها دي يبقى ايه اللي يحصل ما تستحقش ان انا نكلمك بيجي سؤال بقى هل امتلاء ده حقيقة ولا وهم الحقيقة ان الامتلاء ده حقيقي واحنا السبب في الامتلاء ده وبعض الاحيين بيكون الامتلاء امتلاء وهمي لكن الاساس ان الامتلاء ده بيبقى حقيقي امتى بيبقى الامتلاء ده وهم لما يجي واحد مثلا عنده مشاعر من المشاعر الألأ من شيء مش موجود أساسا وده بيعتبر اضطراب عشان كده في امتلاء متزن وامتلاء اضطرابي الامتلاء المتزن ده بيكون عن حقيقة حقيقة من التراكمات والأفعال اللي بتحصل ما بيننا وتتراكم بعضها على بعض ولازم نعرف ان اي مشكلة بتنشأ من خلل في تصوري عن ذاتي انا عايز اقول لكم ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش يسيب اي حد من اصحابه يصل الى درجة الامتلاء وحتى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلمنا يكلمنا عن التوبة وانه يتجب ما قبلها ويعلمنا ان احنا نتخول احبابنا فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم باصحابه يتخول اصحابه يعني ايه من وقت يسألهم ولذلك هذه السنة التي كان يفعلها حضرة النبي عشان ما يحصلش تراكم وشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيعمل الحاجات اول باول يخلص منها شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مراحز السيدة عائشة اني لا اعلم ماتا تكوني عني راضية وماتا تكوني عني صاخطة فإن اللي يحصل فيزيل التراكمات ويزيل عنها الضيق وزعل وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع الفي عشان ما يحصلش هو عنده تراكم يا سادة التراكم ده بينحر في القلوب التراكم ده بيخلي الناس تحس ان هي عجزة من غير ما تكون كبيرة في السن ويحس الناس ان هي ما عندهاش همة ما عندهاش رغبة في الحياة التراكم ده يا سادة قادرين نوقفه آه قادرين نوقفه الامتلاء ده قادرين نعمل إجراءات تخليه ما يحصلش آه